اشتركوا في القناة وأكد البحسن خلال لقائه بمدينة المكلة رئيسي نيابة إسئناف حضر موت القاضي شاكر محفوظ منش على أهمية أن تتولى النيابة العامة مراعاة تطبيق القانون وإجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية أشهد عدو مجلس القيادة الرئاسية لواء الركن فرج البحسن بالأدوار الوطنية لقبائل محافظة حضر موت في مختلف المراحل والظروف والوقوف إلى جانب محافظتهم وفرض هيبة القانون والأمن والاستقرار والسكينة العامة وتجنبها الصراعات وشدد اللواء الركن البحسني خلال لقائه بمدينة المكلة عدد من المقارمة والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة على ضرورة توحيد الجهود والوقوف صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية وسلطة المحلية لدفع بعدلة التنمية في المحافظة إلى التطور والنمى مستعرضا مسجدات الأوضاع السياسية وأهمية تنسيق العمل بين جميع المكونات في محافظة حضر موت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ميليشيا الحوثي تحاول تضليل الرأي العام اليماني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناق تقيل الخاضعة لسيطراتها بالقوة ومنطلبت الحكومة الشرعية بصرفها فيما هي تواصل نهب الخزين العامة والاحتياط النقد ومئات المليارات من الإرادات العامة وعوائد وإرادات المشتقات النفطية وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن ميليشيا الحوثي لم تكتفي بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف ناقش وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بالعاصمة المؤقتة عدن مع مدير عام المشاريع والبرامج في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس تقييم أوضاع المطار ومراحل إعادة تأهيل وتحديث المطار عبر البرنامج وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المهندس محمد ناشر ووكيل المساعد الهيئة للقطاع المطارات الدكتور ناصر ناجي والقائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولية عبد الرقيب العمري إلى التقرير الخاص بثلاعيات العاصمة الرعادية على المطار والأضرار الناجمة منها في الواجهات الزجاجية والأسطح بالمطار هدد ما يسمى بمدير مكتب تربية والتعليم في محافظة إبا المعين من قبل الميليشيا الحوثية المعلمين المضربين عن التدريس بتعيين بودلاء عنهم وأكدا عدم صرف المرتبات بالقول إنسوا كلمة راتب بالتزامن مع إضراب كبير تشهده المحافظة للمطالبة بصرف المرتبات وقالت مصادر تربوية إن مدير التربية بالمحافظة المدعوم محمد رهم الغزاري هدد بتعيين بودلاء عن المعلمين المضربين حتى لو كانوا بأعداد كبيرة وذلك خلال اجتماع مع معلمات مدرسة الزهراء التي كانت تحبل مسمى مدرسة الثورة سابقا بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إبا انتهى الموجهة شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر